نحكي هلا عن مصطلح كثير مستخدم في عالم التصوير اللي هو برمز لحجم المستشعر الصورة الموجود بالكاميرا أو بالانجليزي من يسميه السنسور السنسور هو الشريحة الإلكترونية اللي موجودة في الكاميرا اللي بتلتقط الصورة وبتحولها للمومري فالسنسور إلو أحجام مختلفة مبنية على أحجام الفيلم اللي كانت موجودة زمان الفيلم النيكتف الحجم الأول والأكثر شهرة عن مستوى العالم اللي منطلق عليه اسم فول فريم سنسور أو فول سنسور إيش يعني؟ هذا السنسور حجمه جدا ممتاز للصورة وتكلفته نوعا ما مناسبة بالنسبة لحجمه فتقريبا أقل فول سنسور كاميرا بتقدر أنت تشتريها حقها ألف دينار هاي الكاميرا من غير عدسة أنا من أولها بدأ تفع ألف دينار على كاميرا فالشركات مشان بدأ تربح وبدأ تعامل إشي مناسب لبعض الزبائن قصة السنسور عملت نسخة منه أصغر وسموها كروبت فريم سنسور أو كروبت فريم سنسور أو كروبت سنسور بغض النظر وهنا قطره بيكون أصغر فتكلفة التصنيع بتكون أقل وبناء على سعر الكاميرا ككل مع العدسة ممكن يوصل 200 دينار 300 دينار 500 دينار 700 دينار حسب أنت وحاشتك طب يليو كثير بفرق معاي الفول فريم على الكروبت فريم هل ضروري فعلا أولها أشتري فول فريم؟ لا حبيبي خلينا أكون واضح معاك إذا أنت بتصور فيديو ممكن تفرق معاك موضوع الفول فريم والكروب فريم من ناحية النويز إنه ممكن تصور فيديو على الكروب فريم ممكن يطلع فيه نويز زيادة لأنه كلما كان حجم السنسور أكبر كلما جمع إضاءة أكثر فبعطي صورة أنظف وخالية من النويز هاي الحبيبات اللي بتطلع بالفيديو أو بالصورة فأنت إذا بتصور فيديو نعم يفضل بداية أنك تبلش بالفول سنسور أما بالنسبة للتصوير الفوتوغرافي صراحة وحاليا مع وجود الذكاء الاصطناعي وغير هيك صورك عم تطلع على السوشال ميديا ما حد رح يعمل زوم فصراحة بطل موضوع النويز يأثر كثير فممكن بداية تبلش بموضوع الكروب سنسور بعدين شوي شوي تطور وتنقل لفول سنسور